بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم är med lended learning let me move this one. بريان تم صندقاء والليار وإحلال المكان . I thereof was in America and doing my my email my paper on face to face traditional learning and blended learning this book interested me because it is useful and full of designs and implementation and ideas of this new approach and teaching المجلس الثقافي البريطاني المجلس الثقافي البريطاني المجلس الثقافي البريطاني على النيف المجلس الثقافي البريطاني أتوضف هذا البلند learning أو التعليم المدمج بالهير أدوكيش بالتعليم العالي. البلند learning simply signifies the inclusion of computer technology providing online or offline activities and materials in the mix. Therefore, many believe that the adoption of the term implies a change rather than implies a new approach to teaching and learning. البعض من المتقفين أو العلماء يقولون بين هذا التعليم المدمج هو مو يعني في الشيء جديد. هو أصلاً يعني حالة تطور دخل التكنولوجيا بعملية التعليم. فلذلك يعني هو مو شيء جديد. هو أصلاً عملية تطور دخول التكنولوجيا والكمبيوتر في عملية التعليم. It is difficult to define blended learning because it might be referred to a hybrid or mixed learning, e-learning or b-learning. طبعاً ال-blended learning أو التعليم المدمج باللغة العربية هواء إلى تسميات وهواء إلى في المصطلحات الشابه. فمن المصطلحات المتشابه هي mixed learning or hybrid learning, e-learning أو ما يسمى بالتعليم الالكتروني حالياً إحنا نوظفه بالتعليم للطلبتنا. ويساعدون للمشكلة. Smith حاولت to attempt to differentiate some of these terms by using percentage. Smith and Curtin حاولوا يخلون فد يعني percentage عملية التكنولوجيا أو استخدام التكنولوجيا والاستخدام الطريقة التقليدية. فشوفوا هذا الجدول. The term web-enhanced, subject that make use of minimal amount of online material such as posting syllables and course announcements. Blended, subject that utilize some significant online activities and otherwise face-to-face learning, but less than 40%, 45%. Hybrid, subject in which online activity replaced 45% to 80% of face-to-face class meeting. Fully online, subject in which 80% or more of learning materials are conducted online. يعني إذا امتبهتوا على من البداية إلى النهاية. البداية هي فقط عرض استخدام الانترنت أو استخدام التكنولوجيا على مستوى بسيط. Fully online, subject that is not. Nص بنص. الhybrid استخدام الانترنت أو الـ online أكثر من الـ face-to-face, الطريقة التقليدية. الـ online هو استخدام التعليم فقط الـ online. ما يحصل حاليا إحنا. فهذا يعني عاني برأيه بأن هذا مو بلند learning. حاليا إلاحنا استخدام الى طالعبنا. حاليا إلاحنا 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 إلا فهو عملية ربط بين الطريقة التقليدية لكلاسروم الصف وعملية التكنولوجية فهي هاي يسمونها blended يعني المدمج طبعاً أكو بهم يقولون مثلاً هو استخدام التكنولوجيا أو استخدام الانترنت أو استخدام الحاسبة فقط أو استخدام ممكن المختبرات اللي بها الحاسبات فيه داخل الكلية هذا هم يعتبرها blended learning يعتبرها التكنولوجيا ديوري مود يعني هي هاي الكمبنائشن فايس توفيس كلاسروم لايك إيه لرنين أنسل بس لرنين هاد يعني في المجموعة من المتقفين أو المجموعة من الباحثين ضافوا جزء ثالث العملية المدمج أو التعليم المدمج هو مو بس يقول لك يعني أنت الصف traditional يعني شوف وجه اللي وجه هو يقالب مالتك ولا تستخدم فقط الـ online ولكن أكو في الطريقة الطالبة هي الاعتماد الطالب على نفسه بالتعلم فيسمونه self-based learning فا ميت المدence هاي الكمبنائشن صارت التعليم فاللذالك 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 فالتوج Carla نصر باللغة للغة الانجليزية يسمونه call in a single teaching and learning environment بانان ادرسه ودخلب مختبر ويستخدم الكمبيوتر فلذا قد يسمونه blended learning تكنولوجيا بعتبار The blend consists of learnings independent self-study and faces at a computer with a CD room and a traditional face-to-face classroom هنانا ركزوا على العنصر الثالث وهو self-study الطالب مواني بس علمه يعني وجه اللي وجه ولا أدخلب فقط الـ online أو كيف أستخدم التكنولوجيا وهي الكمبيوتر ولكن أطيه أمور هو يدري تعلن بها هو بعد يتجه إلى self-study Some scholars avoid using call وهي computer assistant learning Blended learning refers to a language course which combine a face-to-face classroom components with an appropriate use of technology هنانا شرمان بارت خصموها قالوا face-to-face وتكنولوجيا The term technology cover a wide range of recent technologies such as the internet طبعا التكنولوجيا The term technology covers the internet CD room Interactive whiteboard اللي احنا نسميه اللوحات الذكية Blended learning is a mixture of online and face-to-face course delivery هذا يعني simply جاب تعريف فقط ضد دونتغي ونحق لي جاب تعريف بين هو يقول Mr. of online and face-to-face course delivery ما ركز على السلف-study Blended learning refers to any combination of face-to-face teaching with computer technology Online and offline activities materials طبعا بالمناسبة اللي blended learning أو التعليم المدمج ممكن يكون مو online أو offline يعني بما معنى بين الجامعة أو القسم عند فد برنامج خاص للتعليم مادة معينة فيستخدمها بالحاسبة فهذا يعتبر blended learning مو شرط online أو offline activity يعني فد برنامج مصمم اللي مادة معينة النقطة الثانية والمهمة Why do we employ a blended learning approach? According to Saint-Andrea there are five benefits to using blended learning أكو خمس فوائد لاستخدام التعليم المدمج guarantee improve learning effectiveness Extending the reach optimizing development cost and time optimizing business results reducing travel cost and learning objectives are obtained quicker يعني هنانا بيركزون على بأن الـ blended learning هو فعاليته أكثر من التعليم العادي أو التعليم التقليبي Extending the reach يعني ممكن يوصل إلى ناس أكثر أوكي لنبيعتبار أنت تستخدم online تستخدم حاسبات وناس مثلاً غير بلد Optimizing development costs on time يعني تقدر تضغط الوقت والكلفة Optimizing business results بما معنى بين أنا ليش أجب الإستاذ من بره وهي شي ممكن هاي السفر وما السفر يعني أنا هو قعد هناك ويطيني المحاضرة فهذا الـ blended learning هاي الـ الاربعة الخامسة The convenience of blended learning courses a student can study when they want at the speed they want هنا النقطة الخامسة تركيز على المتعلمين أو طلاق ممكن يدرسون بأي مكان وشوكة مردين With regard to Graham 2004 there are six suggested reasons for using blended learning Pedagogical richness Access to knowledge Social interaction Personal agency Cost effectiveness Ease of revision طبعا هاي الريزنز الستة اللي اقترحها Graham 2004 تركيز على التعليم الغني باستخدام blended learning يعني ممكن تستعين بغير أساتذ من غير بي ويطلونك بمعلومات غنية Access to knowledge باعتبار أنت تقدر تدخل للمعرفة من كل نواحب بصورة سهلة Social interaction التفاعل رح يكون أكثر ما يكون أنت التقليدي فقط وهي الأستاذ مالتك والتعرفة Personal agency Learner control and choose هنا مثل ما ركزت على الساعة ممكن الطالب هو يتقف نفسه بنفسه و نفسه و نفسه و نفسه من خلال blended learning الكلفة كما ذكرت السابق قبله بأن الكلفة تكون أقل ما يكون التعليم التقليدي Ease of revision طبعاً هنا سهولة عادة التقييم للعملية ممكن مو مثل العملية التقليدية هنا لا ممكن أنا أشوف الأخطاء بسرعة وأتقالها ممكن أسوى عملية التقييم بعد ما ينتهي الكورس أو ينتهي السميستر إسرائي بالطبع Learning approach For with this point According to sure point to all. There are the characteristic of than to Heroin are avoast Prelessly The approximations of provision of supporting diversity Enhancing the��니 Class experience Operating in a global context and efficiency هنا أقترح بين خصائص بين المترجمات الأخرى The flexibility of provision سهولة للتوفير المواد Supporting diversity ممكن هنا أنا أقدر طلابي من جميع الجنسيات Diversity Enhancing the campus experience ممكن الطالب الما عند دخول الجامعة ممكن يشارك بهج كورسات رح يقدر يعني شون يندمج طلاب الجامعين Operating in a global context and efficiency طبعا هي هاي العملية اللي Blended Learning تخلي يعني بين أنت ويا العالم ما يجر حاليا Graham et al proposed three Three main reasons Improve pedagogical Increase access flexibility Increase cost effectiveness Hawkely provide the three additional reasons Learner expectation Learner nowadays Expect technology To integrate Into their language classes طبعا هاد عجبني The reasons أو الأسباب اللي ليش إحنا نوظف التعليم المدمج يقول هنانا بين الطالب أو المتلقي يعني يتوقع بأن التكنولوجيا تستخدم في التعليم باعتبار يعني هسا هي التكنولوجيا موجودة بكل شيء فالتعليم هو جزء من حياته فيقلك أنا يريد التكنولوجيا مستخدمة بالتعليم اللغة أو غير التعليم Flexibility طبعا هاي هنانا السهولة أو السهولة الأمور Learners expect to be able to fit learning into their busy lives Especially professional adults and university students بما معناه بأن الطلاب هم كلش مجغولين ممكن يشتغلونه خصوصا الطلاب البالغين فهذا يفيدهم التعليم المدمج بأن هو قاعد بشغلة أو قاعد غير مكان أو غير محافظة أو غير دولة ويتعلم Minister of Education or similar directives In some context teachers are expected to offer blended learning options طبعا الوزارة التعليم أو وزارة التربية أو كل الأقسام التربوية تتوقع بأن المدرسين أو المعلمين رح يستخدمون هذا الطريقة الجديدة بالblended learning باعتبار يعني هو جزء من الحداثة أو جزء ما يحصل حاليا مجموعة 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 فأمور لازم واحد يخليها بباله عندما يعني يريد يستخدم هذا التعليم المدمج أو هذا النوع من التعليم الجديد مجموعة 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 وفي هذا النوع من التعليم المدمج بين الطالب أو المتعلم رح يشتغل واحده بياته بالعمل أو تجيبه بالجامعة أو شغله بالمختبر ممكن فهاي الـ learning resources لازم اتخلي فد لها فتاخذ بنظر الاعتبار يالله تستخدم التعليم المدمج فهذاني الـ three guidelines لازم واحد ياخذ بنظر الاعتبار قبل الاستخدام من blended learning هاكوت propose four ways in which the components should interact with each other blended learning component have a mutual awareness of each other مثل ما قمنا الـ blended learning عنده three components هي الـ face-to-face, traditional وعند بـ online activity or offline activity أو سميناها التكنولوجي والثالث هو الـ self-study فهداني انت من تريد لازم تركز كل واحد تطيء وقت من خلال تصميمك للكورس Components are consist in language style and technique Components need to be appropriately redundant Components have to seamlessly transition from one components to another طبعا مثل ما قلنا التعليم المدمج هداني العناصر التلاثة لازم تتنقل من عنصر الى عنصر بطريقة سلسة مو نفد في السوق داب أو سوق فجوة بين الـ online وبين الـ face-to-face أو بين الـ self-study هذا مخطط كلش بسيط على الـ blended learning إذا شفتوا الـ الواجهة أول ما نبدأ بالـ face-to-face mode إحنا نسميه هنا لـ lead mode Present, practice and extend Plus, the schoolwork هنا يسمونا lead mode الانطلاقية بل أنت تواجه طلابك تخليهم قدامك تطيهم المادة وبعدين تتحول الى تشوفونا على يدك اليمني Computer mode Practice controlling and extended activities ممكن انت تتاخذهم للمختبر وتخليهم يستخدمون الحاسبات أو التكنولوجيا يعني بإشرافك وبعدين ينتقل الى جوه Self-study mode Practice controlling and extended activities ممكن هنا تستخدم الـ online التكنولوجيا الإنترنت الـ online من يروحون للبيت تدزلهم في الـ activities أو تدزلهم في البرنامج هما يقدرون يدخلون عليه يدرسون المادة هنا الـ practice سيكون يعني هما واحدهم Self-study بعدين يرجع الى face-to-face follow-up تتواجه طلابك بأن نشوفهم هما سووا Self-study أوكي يعني سوواهم follow-up يعني تشيكهم بين هما تعلّموا شيء وبعدين ترجع الـ lead mode فهاي الـ cycle احنا نسميها الدائرة هي يعني الانطلاقية تبدأ بالـ face-to-face ما يصر آني أدرسه بالـ online قبل face-to-face Face-to-face computer mode self-study and face-to-face follow-up وهكذا الدائرة تبقى لنهاية الكورس انتظر الـ Different blends What to blend and how to blend هنا طبعا بالعالم أكو أربع مدلات أو خمسة العفو model one fully online curriculum with options for face-to-face interaction model number two mostly or fully online curriculum with some time required in either the classroom or lab computer computer lab model number three mostly or fully online curriculum with students meeting daily in the classroom or computer lab model number four classroom instruction with substantial require online components that extended beyond the classroom and or the school day model number five classroom instruction that include online resources with limited or no requirement or for students to be online. If you look at model number one full online model number five no, face-to-face. It's a typical online lesson in the classroom, but it has to use the internet to increase the knowledge of the resources or information. It's a simple way to use the internet أو التكنولوجية يعني خينيقول فد عشرين بالمئة وخمسطعش بالمئة ولكن الـ Model number one Follow online أنا باعتقادي ما يحدث حاليا بالعراق هو Model number one Follow online curriculum with options for face-to-face يعني حتى الـ options هم معنا face-to-face كله online The effectiveness of blended learning In what ways is it effective? According to Streik study students left the blended learning course They were attending for three reasons طبعاً أكو دراسة سواها Streik طلاب عافوا التعليم الـ online learning لأسباب ثلاثة A perceived lack of support and connection between face-to-face and computer-assisting components of the blend باعتبار ما كف العلاقة بين التكنولوجية والface-to-face فهي من أحد الأسباب الطلاب متعظوا من هذا الكورس وتركوا A perceived lack of usage of the paper medium for reading and writing طلاب بعض الطلاب أو معظم الطلاب متعظوا بين ليش ماكوا طريقة تقليدية للـ paper medium يعني تستخدم الورقة والقلم للـ writing لـ reading ما يحصل حالياً الطلاب نيقولوا نريد نرجع للطريقة التقليدية يعني هي دراسة The rejection of the computer as a medium of language learning بعض الطلاب يعني رضوا من الكمبيوتر يكون هو وسيلة لتعلم الـ دراسة في سنة ألفين و السبعة أصدقاء A study found that blended learning mode was much more effective in students' retention than the distance learning mode A blended learning course has had the potential to increase students' learning outcomes on learning on learning academic purpose program طبعاً هنا الطلاب أكو دراسة هاركار سوا سنة ألفين و خمسة هم الطلاب تركوا distance learning mode وحبوا Blended learning بعتبار يعني يشوفون الـ أكو دراسة لستعداما لهم а بنادوز دراسة بنادوز فعkins ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 شكراً سلام عليكم نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر سلام عليكم نانسي قنقر 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 you know that okay and this problem is not just with me and with other students I have a little good language it's not for me and some of my colleagues but what's the solution with others that they don't have a language they can't they don't speak very well so you mean that you want to to attend the campus and yeah yeah traditionally I noticed something that only five or four students participate in the lecture yeah this is the main problem all of the students and all of the in Iraq campuses we don't know what will happen with us we will Yeah I agree what can we do we just want a solution yeah we are we are thinking about solution yeah we don't know we want to come to college we want to study with other students and working out the doctor Dr. Ali is the solution is the solution is the solution not? is it either the students or the students sure you it is I would like to I think a number of a number of some members have a similar conversation did some um I think a number of you I think a number of is the one in terms of I think a number of the people that we have to do a meeting about the section that we have to do the group but there are other other people who have to do it فعطيناهم فقط القاعة لكن قضية أنه الأمنية وقضية التباعد الاجتماعية تحملون مسؤوليتهم مع اللجنة يعني الوزارية فهذا القضية حضور الطلاب يعني ليس بيعني من صلاحية الكلية أو الجامعة أي دكتور إحنا أصلا قررنا أنه عساس نجيش كم طالب بس ما ما وافقه الكلية إحنا قلنا عود بكيانا كنت متواصق لويا رئيس الجامعة ورفض قال لي أن القضية موعدنة القضية بالوزارة إن شاء الله لأيام القادمة تكون أضغر Thank you so much. Thank you, Dr. Hassan Yeah, you're welcome Okay, ناخد جنان وحيد As-salamu alaykum As-salamu alaykum أنا أستاذ غسان على الموضوع الأرجنت يعني اللي هو سيمسنا كنا إحنا نفرض علينا التعليم الإلكتروني بالسبب الجائحة وإن شاء الله عن قريب نخلص من هذه الكابوس اللي دي نعيش به وتخلص الجائحة تصور أنه من نرجع الدوام الطبيعي ونرجع للصفوف ممكن نبقى نستخدم ما يسمى بالتعليم المدمج ونضيف للصف الفعلي التقليدي التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعض أو خلط نستخدم أنه نهائيا ونرجع traditional all the way دكتور العفواني سوى الدراسة يعني بوقيته ما عرفه يمكن دكتور فقار يعرف بهذا الموضوع من الوزارة بين أسوي دراسة على flipped classroom مصطلح اسمه flipped classroom هو بين أنت تستخدم بالصف يجي بس فقط الهومورك يحل ودزل المحاضرة بالأونلاين يعني تستخدم الانترنت تقلو بالصف يسمونه flipped classroom هذا موجود بالخارج حتى قبل الجائحة على أساس انطبقها بقسمنا وصارت المظاهرات ببكتها يعني وتوقفت الأمور فأعتقد من يرجع الدوام التقليدي ممكن نستخدم هذا flipped classroom بين الطالب يجي يحل الهومورك مثلا الهومورك الواجب بالصف وبالبيت اندزل المحاضرة يعني هيتش بأكسر عندما يشوف انه فعال هاي مثل ما موجود بالخارج أنا شفت بجامعة Arkansas موجود لهيتش الشغلا يدزلون المحاضرة الفيديو الطالب يشوفها ويطلون assignment أو من يجي للصف يطلون assignment يشوفون هو طاري أو مقاري شكرا دكتور شكرا جزيلا شكرا أستاذ غسان على المعلومات لطيفة حقيقة وقيمة وقاعدة تمسنا بالوقت الحالي لا أعتقد أي تدريسي بالعراق باختلاف المستويات لم يعاني من هذه المشكلة صحيح وأعتقد يعني هي المشكلة الحقيقية الآن بمدى جدية الطالب بالالتزام بالمدى أي والله قبل كم يوم كان أكو تقرير بسيط عن طفل بالابتدائية هو أخته يعني هو كان تقرير عن المزرعة وكذا والأبقار جلكم الله فسووا في المقطع الدقيقتين على الأطفال أن أولين هم جدا بعيدين عن المدينة يدرسون أونلاين يعني وحاطي لهم وقت معين وبدوا يمتحنون قعدوا من الستة الصبح وقبلها راحوا للمزرعة ورجعوا صار وقت المحاضرة أخذوا الدرس سووا هومورك طبعا أخذوا لصورة ودزوا يعني كوز ماكو انتهى الوضع غلقها رجع مرة ثانية للمزرعة مع أهله يعمل هذا قضية أنه هو قد عنده دافعية الموتيفيشن إلى احنا المشكلة بالطلاب الآن أنه أنت قاعد تجره وتقول له تعالى دخل يعني هسا أنا متأكد خلي يقولوا لهم ارجعوا للدوام راح يرجعون مو يعني الغالبية وليس الكل مو من أجل الدراسة ترى لأنه هم الآن نفسيا بدأوا يعانون من قضية العزلة الاجتماعية بدأت تصير عدم الشعور بالوحدة الكثير من العواء لديها مراهقين وأطفال عندهم وطلبت جامعة يعني احنا نقول يعني متسلطين جدا معهم فالمنفذ الوحيد النفسي لهم كانت جامعة الآن أصبحت مشاكل نفسية بدأت يعني ترد إلينا كقسم علم الناس نتيجة هذا الضغط والجلوس فقط في المنزل يعني أصبحت هناك مجموعة من المشاكل المتداخلة وإن شاء الله يمر هذا الأمر على سلام شكراً إليك حبيب أستاذ غسان عبور 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 شكراً لك شكراً لك